إلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات مكثفة من قبل المستثمرين المصرين وسجل الرأس المال السوقي مستوى 697 مليار جنيه وسط تدولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10.048 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2.186 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3.125 نقطة